السيدة أنا كلاوديا وصبخ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي للمنظمة الأمم المتحدة والمستوطنات البشرية معالي السيدة الوزراء والمحافظين ورؤساء البلديات ممثلي البنوك الدولية متعددة الأطراف والمنظمات والهيئات الدولية السيدات والسادة الحضور الكرام أرحب بكم جميعا بختام فعاليات الدورة الثانية عشر لمنتدى الحضر العالمي تحت رعاية كريمة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تشرفت القاهرة باستضافته على مدار الأربع أيام الماضية وهو ما يعد تكليلا لجهود عدة مزلت خلال الفترة الماضية لدفع التنمية الحضرية والعمرانية إن النجاح الدورة الثانية عشر من المنتدى الحضر العالمي يؤكد التزام مصر بأن تكون جزءا فاعلا في الحوار العالمي حول أهمية العمل المحلي لدفع التنمية الحضرية المستدامة هذا النجاح يعكس التوجه نحو تبني استراتيجيات محلية تتحول إلى سياسيات واقعية تلبي إحتاجات المجتمع مما يعزز من دور المجتمعات المحلية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لقد أثبتت مصر التزامها الراصخ بمواجهة التحديات الحضرية ولقد أتاح لنا المنتدى الفرصة لمناقشة تحديات التحضر وتبادل الأفكار والحلول المبتكرة لبناء مدن مستدامة وشاملة للجميع وأنني أشعر بالفخر واعتزاز باعتباري وزارة التنمية المحلية لما شاهدته الدورة الحالية للمنتدى من ترابط في الموضوعات وتكاملها للتأكيد على أهمية وفعالية العمل على المستوى المحلي وهو ما تسعى وزارة التنمية المحلية لتحقيقه في توجهها نحو اللامركزية والتنمية الاقتصادية المحلية وتحسين تقديم الخدمات وربط ذلك كله بالتنمية الحضرية المستدامة كما أود أن أعرف عن عميق امتنان الحكومة المصرية لكل من ساهمة في نجاح هذا الحدث البارس سواء من المتحدثين المشاركين أو المنظمين حيث تشرفت جمهورية مصر العربية باستضافة ما يزيد عن 40 ألف مشارك من 182 دولة من جميع أنحاء العالم منهم حضور 22 ألف وافتراضي الباقي اللي حاضرين لتجتمع جميعا على طولة واحدة لمناقشة تحديات تعاني منها مدننا جميعا ساعدنا جدا بتنوع الموضوعات الحيوية التي تمثوا مدننا والتي تمت منقشتها خلال حوالي 600 فعالية نجحنا من خلالها سويا في وضع حلول عملية لقضايا التحضر المستدامة والتي ارتكزت على نتائج وتوصيات هامة مثل تعزيز التخطيط الحضر المستدام التركيز على العدالة الاجتماعية والإدماج تعزيز التعاون الدولي والمحلي والابتكار في الحلول الحضرية لقد أجمعنا على ضرورة العمل المحلي وتمكين المجتمعات المحلية لدفع عملية التنمية المتوازنة ومن هنا أثبتت الحكومة المصرية التزامها بتمكين المجتمعات المحلية خلال فعاليات المنتدى وسعينا إلى تحول الطموحات المشتركة إلى واقع وذلك من خلال أولا أطلقنا مبادرة اللامركزية وتطوير الإدارة المحلية خلال فعاليات المنتدى وذلك إيمانا منا بأن العمل المحلي هو السبيل لتوفير مدن ومجتمعات محلية مستدامة لتلبية احتياجات جميع المواطنين ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم ثانيا أطلقنا المرحلة الأولى من مبادرة المدن المستدامة وهو أطلس المدن المصرية حالة الاستدامة وتأثير تغير المناخ والتي تمثل خطوة ريادية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والأجندة الحضرية الجديدة في مواجهة تحديات التغير المناخ وكذا تحديات الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية ثالثا تم التركيز على التمويل المحلي وتوطين الموارد المالية من خلال استعراض أدوات وأليات التمويل المبتكرة للتنمية الحضرية المستدامة من خلال تعزيز أليات التمويل المحلي وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية الدولية رابعا ركزنا على تعزيز دور الإدارة المحلية في تخطيط وتوفير الإسكان الميسور وتعزيز الاستجابة لأزمة المناخ في المدن خلال تطبيق سياسات أكثر مرونة وتبني حلول بيئية محلية تستجيب التغيرات المناخية وتدعم قدرة المجتمعات على الصمود خامسا توافقنا جميعا على فعالية الحكامة التشاركية متعددة المستويات والتحول الرقمي لتحسين استجابة الإدارة المحلية وختاما أؤكد أن مصار التنمية المستدامة ليس سعيا منفردا بل هو رحلة مشتركة تتطلب تتعاونا وثقة وإرادة كما نتطلع أن تكون الدورة الحالية خطوة نحو تحقيق مدن ومجتمعات محلية مستدامة في العالم أجمع ونتطلع أن يكون بيانة قاهرة التنمية الحضرية المستدامة مصدر إلهاما ودليل عمل لاستكمال مصار التنمية المشترك نحو تحقيق تنمية حضرية مستدامة والتي تبدأ محليا معا الآن نراكم جميعا على خير في الدورة القادمة لمنتدى الحضر العالم وشكرا شكرا